كل شوك في راسك انت كانت علشاني كل نقطة الدم بتنزف تغرسل آسامي كل شوك في راسك انت كانت علشاني كل نقطة الدم بتنزف تغرسل آسامي بعد ما كنت خطي ومهزوم وكان المرجزة محتوم قبل تبدالي تتقلم وتصلب وتمت وتقول المجدول بالقاب والقاب والروح القدوس الآن وكل قوان وإلى ضهر الدهر أمين من يفتح عين الأعمى يُعطي الميت حياة مين اللي يشفى المريد غيرك غيرك يا ابن الله من يفتح عين الأعمى يُعطي الميت حياة مين اللي يشفى المريد غيرك يا ابن الله آآ أنت وحدك اللي تطيع الأمواك والرياح وإنت بس اللي بتقدر تضمد كل الجراع يلي فديت الإنسان بصلبك وبموتك سامحني يا ربي وذكرني في ملكة أكل مكدول الأب أب والإب والروح القدوس الآن وكل قوان وإلى دار الدهر أمين يا لعظر تعالى أنظر الأمر العقيب يا سعي لذي أقامك أماته على الصليب يا لعظر تعالى أنظر إلى أمر العقيب يا سعي لذي أقامك أماته على الصليب خلصنا من العبودية وأعطانا البناوية ووهابنا الحياة الأبدي نزجد له يجب أن نقول للمأدو للآب والإب والروح القدوس الآن وكل أول وإلى دهر الدهر آمين حتى دموعك تعلن حبك ربي على شاني وعرأ وجهك مثل الدم في جسماني حتى دموعك تعلن حبك ربي على شاني وعرأ وجهك مثل الدم في جسماني جاءوا ليقبضوا عليك مثل الدم في العتمة قلت هذه ساعدكم وسلطان الظلماء المكدول الآن أب والإب والروح القدس الآن وكل أول وإلى دهر الدهر آمين كلا لك إكل لشوك بصيات جلدوك رفعك على الصليب والمر ساقوك كلا لك إكل لشوك بصيات جلدوك بصيات جلدوك رفعك على الصليب بصيات جلدوك صارخت صارخت يا أبتا اخفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون من المكدول الآن والإب والروح القدس الآن وكل عرد دهر آمين قلت قد أكمل ربي تمامت النموس وغفرت لي زمدي يا مخلص نفوس قلت قد أكمل ربي تمامت النموس وغفرت لي زمدي يا مخلص نفوس صارخت يا أبتا في زيادك استودع روحي ونشق ذاك الحجاب وردت في روحي سلام الله الذي أحبنا سلام الله الذي أحبنا أحبنا وروحه القدس الذي إعزنا أحبنا له المجد إلى الأبد أمين أمين بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين مزمور خمسة واربعين من آية واحد لآية ستة لبني قرح بركاته فلتكن معنا أمين فاض قلبي بكلام صالح متكلم أنا بأعمالي للملك لساني قلم كاتب ماهر أنت أبرع جمالا من بني البشر انسكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد تقلت سيفك على فغدك أيها الجبار بجلالك وبهائك بجلالك اقتحم أملك من أجل الحق والدعا والبر فتريك يمينك مخاوف نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك شعوب تحتك يسقطون عرشك يا الله إلى دهر الدهور قضيب الاستقامة قضيب ملكك هللويا والصبح لإلهنا دائما أبديا أمين المزمور ده آخر مزمور كتبه دوود ومات قبل ما يلحنوا وقبل ما يعمل فيه أي حاجة فخدوه بني قرح عارفين أنتوا بني قرح قرح ده من أبناء لاوي يعني من لاوي ودوسان وأبيرام من صبت رأوبين دول دول قعدوا مع بعض وضحك عليهم الشيطان وقالوا موسى عمالها تاكية التاكية بتاعت أبوه يعني خلى قرح من يهوزة قالوا خلى أخوه هارون هو وولاده هم الكهنة والصبت بتاعه اللاوي هم اللاويين وبقى الأصباط سيبك منهم لا دي يعني عبارة عن بيدور على مصلحتهم تم الأمة كلها مقدسة الاثناشر صبت مقدسين مش الاثناشر صبت عبروا البحر الأحمر فقال لا موسى بيقلف وينسب الكلام لربنا موسى رحلهم حاول يتفهم معاهم رفضوا وقالوا لا احنا لو سكتنا لك وسبناك هيمشي الكلام ده كله قالوا مش هنا ده ربنا فرجع لربنا قالوا سيبهم خليهم يعملوا اللي هم عايزينه فبعد كده جابوا مية وعشرين واحد ومية وعشرين مجمرة وجمعوهم من الصبتين بتوحهم ودخلوا بالعافية طبعا الكهنة ما عندهمش لاسلاح ولا اي حاجة عشان يقدروا يقوموا زقوا الكهنة ودخلوا عشان يقدموا الزبايح وقال احنا نحطهم قدام الأمر الواقع دخلين على القدس مش الدر الخارجية القدس عشان يقدموا بخور وهم دخلين طلعت نار من مسبح المحرقة كالية المية وعشرين قرح كان فين في الوقت ده قرح كان مع دوسان مع صبت رأوبين اللي في صبت رأوبين دوسان وأبيرام فتحت الأرض بقها وبلعت قرح لوحده مش عيلته لأن قرح سب عيلته ورح قعد مع دوسان لوحده فقرح بلعت الأرض دوسان وأبيرام بلعتهم الأرض هم وعائلاتهم فضلوا مين؟ أولاد قرح اليهود عندهم فكر أن اللي غضبان عليها ربنا يبقى إنسان نجس فقال لك طب دول ولا تقرح دول المفروض لو دخلوا البيت ربنا تاني هينجسوه نمنحهم قال لا إحنا هنشغلهم وظيفة إيه هي الوظيفة؟ أن يحرصوا بيت ربنا من برا وطبعا أنتوا عارفين الحرص الناس تبقى جوه بتصلي والحرص إيه؟ واقف برا مسكين السلاح للحراسة ومنعوهم من ممارسة العبادة بني قرح برا مسكين السلاح لكن قلبهم وودانهم جوه فبيسمعوا التسبيح فمن سمعهم التسبيح بقوا من ضمن المسبحين وعملوا ست مزامير وده أنا هتكلم عنه السابع بس ده اللي كاتبه دوود عملهم ألفوا ست مزامير وبعدين لحنوها وكانت مزامير أقوى من مزامير دوود ليه أنا اخترت المزمور ده؟ لأن ده دوود بيلخص حياته كلها انتوا عارفين ان الملك جبرايل لما بشر العدرة قال لها انه هيجلس على كرسي دوود أبيه يبقى إذا دوود ما إلا صورة مصغرة من المسيح إلا هيصنع الخلاص هو سبعتاشر آية هاخدهم على ثلاثة أيام النهاردة ويوم الثلاثة ويوم الخميس النهاردة هاخد ستة آيات بيقول فاض قلبي أنا بتصور أن دوود بيراجع حسابه اللي عمله فاض قلبي بكلام صالح ولا يوجد أحد صالح إلا الله هو الوحيد اللي كلامه صالح إيه معنى كلمة فاض قلبي الفض لا يأتي إلا بعد الملء يعني الكباية دي طول ما هي نقصة ما تفضش لغاية مملاها بعد مملاها أجي أفض مية تاني عليها تعمل إيه؟ تفض حواليها وحتى فيه آية في الكتاب المقدس مترجم عربي غلط من فايد القلب مش من فضلت من فايد القلب يتكلم اللسان في النص اليوناني من فايد القلب لأن الفضل يعني أنا بدي إيه؟ الفضلات البوائي لكن من فايد أنا اتمليت وبفير على حواليك إيه هو فض القلب؟ القلب مشغول بحاجة واحدة حد يعرفه؟ الحب لما بتحب واحد بترسله قلب فالقلب يعني الحب لا يوجد حب إلا حب المسيح في الصليب الله بيّن لينا المحبة إذ ونحن مش نستاهل لا ما زلنا ما زلنا بعد خطاه مات المسيح عنا وإحنا لسه خطيين مات عنا أنا بعتبر إن المزمور ده رد فعل داود لحب ربنا ليه وعلى فكرة كلمة داود كلمة قرامية معناها محبوب داود يعني محبوب داود يعني محبوب في القرامي يعني هو المحبوب أيوة ورمز للمسيح لأن الكتاب قال عن المسيح إنه ابن محبته وقال عنه آية تانية قال مكروه الأمة مكروه الأمة أيوة الأمة تكرهوا رغم إنه ابن محبته ولما حب يعلنوا للناس قال هذا هو ابن إيه الحبيب الذي به سررت طب ليه مكروه الأمة؟ لأن ما نفذ لهمش اللي هم عايزينه هم عايزين خلاص لغاية النهاردة من الرومان اليهود أمنيت قلبهم إن يسودوا العالم دي أمنيت قلبهم جايلهم والرومان زلوهم ولو تقروا اللي كتبوا مسهيم عليهم يقولك كان الجندي لما ياخد إجازة الروماني يدور على راجل من الشيوخ العواجيز اللي فوق السبعين ويشيلوا المخلى بتاعته ويمشي قدامه ويضرب فيه يقوله مدي بسرعة علشان يوصلوا للمينة عشان يسافر إيطاليا يروح روما الراجل يجري لغاية ما يقع تحت المخلى ويروح وتطلع يشوف واحد تاني غيره شيخ يشيلوا بقى المخلى عشان زلوهم وجاي لهم المسيح اللي هيخلصهم يقول لهم من ضربك على خدك الأيمن حول له الآخر إحنا نقصين ضرب لا ما تنفعناش رفضوه هم عايزين مسيح من عينة شمشون جدعون يركب دبابة ويقدر يغضع الشعب تحتهم دي الصورة فبيقول فهذا قلبي بكلام صالح ما هو الكلام الصالح في نظر داود أنا راعي أول شغلة قبل ما بقى مالك كانت الوظيفة بتاعتي راعي طب احكينا عن خبرتك يا داود في الرعاية ثم مرة طلع علي أسد ودب وأنا معاي الغنم اللي أبويا مأمن عليه تفتكروا ولد شاب يطلع أسد ودب عليه يعمل إيه؟ دا يهرب يلا نفسي لا أنا أخلي داود يتصرف بتريقة الكرن الواحد وعشرين اللي احنا فيه هتعمل إيه داود الأنا بيقولوا لما تيجي خسارة حاول تخسر أقل نسبة أنا معاي ميد غنما هرمي واحدة للأسد يتلهي فيها وارمي واحدة للدب يترمي فيها وأخذ التمانية وتسعين وامشي يبقى نسبة الخسارة اتنين في المية إيه رأيك يا داود في الحكاية دي؟ دا أنا اللي بقول بلا شك أحب يتصرف كده مثل غنما يرميها للأسد قال دي بحبها والثانية لا دي فروحي فيها طب والثالثة لا دا أنا مقدرش أستغنى عنها طب والغنم كله مش عايزه رمى الغنم لورا وحدف نفسه على الأسد والدب وأتلهم صورة مصغرة للي هيعمله يسوع إحنا غاليين عليه رمى نفسه للأسد اللي هو مين؟ الشطان ورمى نفسه للدب اللي هو جسد الخطيئة بتاعنا وقدر ينتصر على الاتنين هزم الشطان وجردوا من سلاحه وهزم الدب وصلب إنساننا العتيق معاه فنقول مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا ده فضى قلبي ده بالنسبة للشغلة الأولى الوظيفة الأولى راعي الوظيفة الثانية ملك عملت ايه يا داود لما بقيت ملك؟ قال عملت دولة إسرائيل قدرت أجمع وأطرد كل الفلسطينيين من البلاد اللي حوالينا وأقمت الدولة والوحيد الذي عمل دولة إسرائيل هو داود سليمان كان في عهد مجد لكن داود كان رجل حروب حارب حروب الرب لما جه يملك لما جه يملك اتمسح ثلاث مرات أول مرة اتمسح في بيت أبوه لما صموئيل راح ودخل وجاب بيت يسة وعمل زبيحة وقدم له يسة أولاده ورفضهم فاترشم داود تكب عليه قرن الدهن دا الرشم الأولاني الرشم الثاني بعد موت شاول صبت يهوزة ملك داود عليه سبع سنين ونص ومسحوه بالدهن بعد السبع سنين ونص ملك على كل إسرائيل وترشم الرشم إيه؟ التالتة ودي رمز للمسيح الرشم اللي بيت أبوه زي الرشم الأزلية روح السيد الرب علي لأنه مسحني في الأزل التانية الرشم التانية في إعلانه في نهر الأردن حين محل الروح القدس مثل حمامة وقال هذا هو ابن الحبيب أما المسحة التالتة هي مسحة الملك حينما يأتي ونسمع قد صارت ممالك الأرض كلها للرب ومسيحه ودي موجودة في المزمور اتنين أما أنا فقد مسحت مالكي على صهيون جبال قدسي طيب بعد مع داود عمل دا كله هتعمل إيه؟ قال هدخل للملك مين الملك يا داود؟ ما أنت الملك؟ قال لها أنتوا عارفين لما ملك على الأزباط لتناشر وقعد على الكرسي المملكة إيه هو المزمور اللي عمله؟ عمل مزمور الرب راعيه فلا يعاوزني شيء يعني الراعي محتاج لراعي يرعاه أدخل للملك أصلا أنا ما إلا صورة مصغرة أدخل للملك وأنا لساني قلم كاتب ماهر عارفين يعني لسان قلم كاتب ماهر ولا لا؟ عارفينها ولا لا؟ محامي كانوا بيطلقوا اليونان على المحامي لسان قلب كاتب ماهر يعني يقدر يجيب الحجة وعارف القوانين وحفظها ويقدر يترافع ويقدر يدخل بالطريقة دي؟ أدي معنى كلمة لساني قلم كاتب ماهر طيب يا سيدي تفضل دوود عمل زي إيه؟ مع الفارق واحد عايز يجيب للملك هدية فقال لازم أجيب له هدية تليق بمقامه بمقامه قاعد يحوش لمدة سنتين لغاية ما حوش عشر تلاف جنيه ويقطر على نفسه ويديق على نفسه ويعمل كل دايق حبائي بعد ما عمل جاب الهدية بعشرة تلاف جنيه ودخل عشان إيه؟ عشان يقدمها للملك لقى الملك مجهز له هدية بعشرة مليون جنيه رح حطت هدية إيه؟ ورد أحرف اتكسف طب قلبي بكلام صالح طب يا دوود وبعدين أتكلم بإنشائي وأدخل أخبر الملك بكل اللي أنا عملته وأنا لساني قلب كاتب ماهر أول ما دخل وبص وشاف الملك قال له إيه؟ أنت أبرع جمالا من بني البشر هدية إيه؟ وعمليه اللي أنا عملته؟ أروح فين أنا فيك؟ ده كل أعمال برنا كخركة الطامس كسوب عدة أنت أبرع جمال من بني البشر ما فيش إنسان يسويك ولا في الأنبياء لحق سليمان لما بيقول عنه كالتفاح بين شجر إيه؟ عارفين يعني إيه الشجر الوعر؟ الشجر اللي ما عندوش سمر مين ده شجر الوعر؟ البنين حبيبي بين البنين البنين اللي هم مين؟ كل القدسين جنبه شجر وعر كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين بينهم كده عشان كده بيقولوا إيه؟ لا 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 إيه اللي أنا عملته ده؟ ده أنا اللي عملته ده ولا حاجة ده أنا عبد بطال هو ده داخل تخبر الملك بأعمالك إيه أعمالك؟ أنت أبرع هو دي أعمالك؟ أعمال إيه بقى؟ إركنها على جنت أنت أبرع جمال من بني البشر إن سكبت النعمة على شفتيك الآية دي بتزعني أنا من نفسي عارفين يعني إيه؟ أسأل نفسي وقول يا قرمية وعصت كم عزة لغاية دلوقت من ساعة ما بدأت خدمتك؟ كم ألف عزة؟ وكل عزة ساعة لربعة وساعة لدلت؟ جبت كم نفس؟ كم نفسي جبتها الربنا؟ وده من غير ما يتكلم النعمة تبان على شفيفه؟ إمتى؟ ماشي؟ راجل اسمه متى لاوي قاعد على الجباية وأنت عارفين العشرين يكسب فبوه ما يخطيش خطوة إلا إذا كان فيها فلوس يعني لما تيجي تقوله هو من صب تلاوي واسمه متى لما تيجي تقوله يا متى تيجي تروح مع المشوار يقولك هتدفع كام؟ الشغلانة دي هاخد منها مكسب كام؟ قاعد على الجباية حطت الأوراق بتاحته والرزم الفلوس ويا صعيب الصلو ويقوله متى لاوي اتبعني ويمشي عمليه لاوي يقول فقام وتبعه أنا عايز اسأل متى دلوقت إيه اللي خلاك يا لاوي حتى ترك كل شيء ده واحد غيره يقولك طب أروح أروح حط ربيض البيت ودي القرشين للعيال وسلم الدفاتر للي هم مسؤولين وبعد كده أتبعه لا ده غير كده أنا هسأله قبل ما أتبعه لازم أعرفه أتبعك عندك مكان مقر نستقر فيه قال له للسعالب أو جرة ولطيور السماء أو كار وابن الإنسان ليس له أي ناس ندرأسه عندك مورد رزق ناكل منه قال آه فيه صندوق بس يهوزة أنا مش أطب عليه على طول مفوش ولا مليب طب بلاش دي أخرتها إيه؟ قال آخرتها هتصلب وإنتوا هتكونوا مطراضين وكل ساعة يطلبوا يقتلوكم وتكونوا مبغضين من الجميع طب إيه الكلام ده؟ إن كان عجبك لما أنا أسأل ماتا دي الأفكار اللي جات في ذهني أنا ماتا إيه اللي خلاك تركت كله وتبعته؟ قال كسبت كتير وخسرت كتير وتمتعت كتير عمري ما شفت لزة وسعادة غير زي الكلمة اللي طلع من بين شفيفه يقول لي اتبعني حسيت إن أنا طاير في السماء حسيت إن الدنيا دي كلها ما تسواش حاجة إن سكبت النعمة على شفتيك لذلك باركك الله إلى الأبد نعمة ليس كلام لا يعرف خطيئة ولم يفعل خطيئة ولم يوجد فيه خطيئة الكتاب المقدس قال التالت هي الدول لأن شبهنا في كل شيء مع هذا الخطيئة قال له طيب زي ما أنا بقول له دلوقتي بدأ الموعز واتعب نفسي والناس تقعد تسمعني ما تتفضل أنت تشتغل تقلت سيفك على فقدك ما معنى الفقد؟ الفقد ده مكان السيف والفقد ما كان السلطان السلطان لازم يمسك السلاح والفقد ما كان القسم إبراهيم قال لعزار الدمشقي حط إيدك تحت فغدي واقسم إن ما تجيبش لابني زوجة من بنات الكنعانيين طب والسلطان أيوة السلطان هات ملك من الملوك وقلعوا هدومه خالص ولبسوا هدوم عادية واسأل الناس ده مين يقولك إنسان عادي إيه رأيك إن ده الملك؟ يقولك إحنا ما بنعرفش الملك إلا إيه؟ من لبسه لو خلعت عن الملك الحل الملوكية محدش هيعرفه لكن ده تخلع عنه كل ثيابه ومكتوب على فقده ملك الملوك ورب الأرباب هو ده الملك مش باللبس اللي يظهره مش باللبس وده اللي إحنا بنقوله في عز ذله بنقوله لك القوة لك المجد لك العظمة هو ده اللي بيخلينا نس عليه تقلت سيفك على فقدك أيها الجبار بجلالك وبهاءك الجلال يخوف والبهاء يشد البهاء اللي هو الجمال حتى في الأجبية يقولك بجلالك وجمالك الجلال ليه رهبة لما تلاقي واحد ليه جلال تهابه والجمال ليه شده هو بيحب يشد الخطيين وليه جلال يدفع عنهم بالنسبة لينا جمال خروف قائم كأنه مسبوح وبالنسبة للشيطان الأسد الخارج من صبت يهوزة بالنسبة لينا لا يصيح ولا يسمع أحد في الشارع صوته وبالنسبة ليهم ويل لكم أيها الكتب والفرسيون المراءون ده الجلال وده الجمال بجلالك تفضل يا رب الظهر أنا في خدمتي بعيق تعالى اتكلم على لساني بجلالك اقتحم اقتحم القلوب اللي بعيدة عنك اقتحم القلوب اللي قفلها إبليس وسنكرها وسلسلها أملك اللي هي أركب من أجل ثلاث حاجات مش من أجل ان احنا نستاهد لا من أجل الحق والوداعة والبر من هو الحق؟ الروح القدس الساكن فينا من هو يا الوداعة؟ المسيح الابن تعلموا مني لإني وديع ما هو البر؟ لأن الآب هو الذي يبرر من الذي سيشتك علينا؟ الله هو الذي يبرر يعني من أجل الآب والابن والروح القدس بس بدأ بالروح القدس والابن وختب بالآب فتريك يمينك يعني قوتك مخاوف لما بيحضر ربنا يا حبائي بالروح القدس في حياتنا اللي فيكم أقوى من اللي في العالم عارف الشيطان ده اللي نافش ريشه؟ باسم يسوح تطرده برشمة صليب تطرده ما تخافش انت بتحارب عدو انهزم عند الصليب جاب سلح تاني غير السيف نبلك نبلك مسنونة في قلب أعداء الملك الفرق بين النبلة اللي هي السهم والفرق بين السيف السيف للحروب المتلاحمة والنبلة للحروب المتباعدة يعني معناها اللي في الكنيسة هنا دول متلاحمين استخدم سيفك كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف زي حدين لكن لينا أولاد مش عايزين يهوبوا الكنيسة استخدم النبلة لأن عملين لهم الشياطين عملين لهم زي كردون يجي جاي الكنيسة يقولوا لا يجي جاي الكنيسة يقولوا لا بنبلك استخدموا مش لأولادك البعد عشان تيجموا لأعداء الملك اللي بي يمنعوا أولادك أنت اللي تقدر تكسر شوك تبليس أنت اللي تقدر تدي القوة وبعدين بيحننوا بيقولك الشعوب تحتك يسقطون الشعب بيقع يرديك يا رب طيب إحنا غلب حمرنا بنعمل على قد ما نعمل لكن إحنا ضعفة ومش قادرين نشيل السلاح يعني معناها الآية دي آية إيه؟ آية يأس الشعوب تحتك لا داود قال ما فيهش يأس أما ليه كرسيك يا الله بكسرونس إلى دهر الدهور نتقابل بيها يوم الثلاث يبارك حياتنا ويحفظنا في الإيمان له كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر